تستكمل قوة الأطفاء العام ندواتها ومحاضراتها لحملة وقايا وحماية حيث أقامت القوة ندوة توعوية لفائدة أفراد الجيش الكويتي بهدف نشر الوعي المجتمعي بشأن التعامل مع الحرائق نعم تستمر هذه الندوات خلال فترة الصيف بين الجهات العسكرية كافة والوزرات الحكومية وجمعيات النفع العام لنشر الوعي بين أفراد المجتمع من أجل تجنب مخاطر الحرائق لنشر التوعية المجتمعية من أخطار الحرائق وعلى هذا السياق أقامت قوة الأطفاء العام ندوة توعوية في وزارة الدفاع والتي كانت تحت شعار وقايا وحماية طبعا حرصا من قوة الأطفاء العام لحماية الأرواح الممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي في دولة الكويت التي تأتي من ضمن الوثيقة الاستراتيجية لغوة الأطفاء العام 2023-2028 وبتوجيهات سيدي ساعة رئيس غوة الأطفاء العام بالتكليف للواء خالد عبدالله فهد بتنظيم عداد حملة توعوية من بداية الصيف تكون بتنسيق تام مع جميع الجهات العسكرية والمدنية لتوعية المواطنين والمقيمين بإجراءات السلامة والمقايمة الحريق وهذه الحملة تكون بشكل كبير عن الحملات التي تقوم فيها غوة الأطفاء العام بالشكل السابق نظرا لكثرة الحوادث في السكن الخاص التي تأتي من اتماس الكهربائي وعبث الأطفال وأيضا تتركز في المسؤولية المجتمعية للمواطنين والمقيمين وسوف تكون الفعاليات في جميع الجهات العسكرية والمدنية وجمعيات النافع العام تم خلال هذه الندوة عرض أهم أسباب الحريق المنتشرة مع ارتفاع درجات الحرارة وطرق التقليل والحد من انتشارها بالإضافة إلى أهمية اقتناء وسائل الحماية من الحريق نشكر أخواننا في قوة الأطفاء العام بالاهتمام بتوعية المجتمعية من خلال حملة وقاية وحماية التي تتعلق بالوقاية المجتمعية من خاطر الحريق وسبل حماية الأرواح والممتلكات من حوادث حريق والقرق تهدف هذه الحملة لنشر الوعي بين الجمهور وتحقيق الأمن المجتمعي وتستمر الحملة بين الوزارات الحكومية وجمعيات النفع العام وذلك لتوصيل أكثر نشر توعوي بين أفراد المجتمع من هذه المخاطر يوسف صفر تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر